زوجها والخلافات اللي دبت بينها وبينه وكان هو بيحكي الخلافات دي لولدته وبالتالي لما الأمور انصلحت الحمد لله وقرروا انهم يرجعوا البعض الزوج بقى متخوف كابن انه يكون عاقل والدته اللي مش قبله فكرة الرجوع بعد اللي سمعت انه كان بيتعمل او المشاكل اللي كانت مع ابنها وده اندل فيدل على اهمية الجزئية اللي انا ودكتور قسامة كنا بنتكلم فيها قبل الفاصل فيما يخص روعة واهمية ودقة الاسرار الزوجية قد يختلف الزوجان في يوم من الايام ولكن لو واحد فيهم نظر بس للاخر ممكن يغفر له وتنتهي المشكلة ولكن لو انا اخبرت اهلي اهلي اكيد مش هيحبه زوجي اكتر مني انا اللي بنتهم واهل الزوج بالتالي عمرهم ما هيفضلوا الزوجة على ابنهم وبالتالي اخراج المشاكل دي من اطار الاسرة بيسود القلوب وبيعمل مشاكل كتيرة جدا ومن ضمنها ان الاهل يفضلوا فاكرين المشكلة دي لمرات ابنهم او يفضلوا فاكرين المشكلة دي لزوج البنت في هذه الحالة مقدرش اقول للزوج تجاهل للولدة خالص وارجع لمراتك ولكن هقدر اقول انتو الاثنين تتفقوا وتروحوا مع بعض لحماتك اللي هي ام زوجك اللي هي في مقام امك اللي هي رضاها مهمة جدا ودعوتها ليكي للدنيا وتبتدوا تتفهموا معاها وتتكلموا وتقروا بخطأكم خطأكم في الخلاف وخطأكم ان الخلاف ده خرج من البيت اصلا ابنها على عيننا وعلى راسنا ربنا يبرك لها فيه ويكون بار بيها العمر كله ولكن فيما يخص خصوصيات البيوت يا جماعة دي ما فيهاش بر على العكس من بر الاهل الا نحملهم مشاكلنا من بري بابويا وبأمي ان انا ما قلقهمش علي ولا قلقهم على استقرار بيتي الا اذا اقتضت الحالة في حالات الطوارئ والحالات دي هنتطرق لها في اوقات تانية مش عايز اخد وقت نور دلوقتي